بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالله سبحانه وتعالى سمى سورة من سور القرآن الكريم باسم سورة الملك تتحدث عن ملك الله جل في علاه افتتحها رب العالمين جل جلاله بقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فالملك ملك الله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالملك ملك الله يتصرف فيه سبحانه جل في علاه كيفما يشاء بعد أن أعلمنا سبحانه وتعالى هذه الحقيقة وبعد أن آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بأن الملك كله بيد الله جل جلاله أراد سبحانه وتعالى أن يعلمنا حقيقة إذا أدركها الإنسان فإنه لا تغره الحياة الدنيا بزينتها ولا بمتاعها ولا بشهواتها بعد أن قال سبحانه وتعالى هذه الآية تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال سبحانه في الآية التي تليها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وإذا دققنا النظر في هذه الآية الكريمة ندرك أن الله سبحانه وتعالى قد قدم ذكر الموت على الحياة في هذه الآية مع أن الحياة الدنيا كمرحلة من مراحل حياة الإنسان متقدمة على الموت فالإنسان يحيا ويعيش ثم يتوفاه الله سبحانه وتعالى فينتقل إلى مرحلة الموت فمع كون الترتيب على هذا النحو وأن الحياة متقدمة على الموت إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة قدم الموت على الحياة فقال الذي خلق الموت والحياة ولعلنا إذا أمعنا النظر في هذا البيان القرآني الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى قدم الموت على الحياة في هذه الآية لتذكير الإنسان بهذه الحقيقة المهمة وأن الحياة مهما طالت وأن العمر مهما طال وأن الدنيا مهما أقبلت على الإنسان فإنه لا شك سيؤول إلى مصير واحد وهو الموت فيجب على الإنسان أن يضع هذه الحقيقة بين عينيه ويضعها حلقة في أذنه ويضعها أمامه عند كل تصرف وعند كل فعل فلا يغتر الإنسان بإقبال الحياة عليه ولا يغتر الإنسان بمتع الدنيا وشهواتها وزينتها لأنه لا محالة سيصير إلى الموت وأنه لا محالة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يظن أحد أن الموت عدم وأن الحياة إذا انتهت فإنما قد انقضى الإنسان وقد عدم الإنسان الموت بالنسبة للإنسان مرحلة من مراحل الآخرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لنا هذا أن الموت أول منزل من منازل الآخرة فيجب على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة فإذا أدركها الإنسان كان ذكر الموت بالنسبة له كابح أن يكون الإنسان لديه شطط وإصراف على نفسه في تحصيل ملذات الحياة الدنيا فلا يفرق بين الحلال ولا بين الحرام ولا يفرق بين ما أمر الله تعالى به ولا ما نهى الله تعالى عنه فإذا أقبل الإنسان على فعل شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى بفعل غفلته كان الموت كابحا ومانعا له أن ينزلق في مهاوي الذلة وفي مهاوي العبودية للشهوة والعياذ بالله ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الحقيقة وقال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه واديان ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثلاثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب أي لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كناية عن أن الإنسان لا يتوقف طموحه في تحصيل الحياة الدنيا وشهواتها إلا إذا وقف عند حقيقة الموت التي تجعله يتفكر في أمر أفعاله قبل أن يقدم عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فتعجبت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو الموت يا رسول الله فكلنا يكره الموت فأعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا بشر برحمة الله سبحانه وتعالى وإذا بشر برضوان الله جل في علاه فإنما يحب لقاء الله جل جلاله فيحب الله تعالى لقاءه وأن المرأة إذا أسرف على نفسه في المعاصي فبشر بسخط الله جل في علاه فلا يكون شيء أشد عليه من لقاء الله جل في علاه فيكره لقاء الله جل جلاله فيكره الله تعالى لقاءه نسأل الله جل في علاه أن يبشرنا بما يرضينا وأن يبشرنا بما يسرنا وأن يكون حالنا عند الموت كما كان حال سيدنا بلال حينما فرح لما أتاه الموت فسألوه قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين